السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ننتقل في هذا الدرس الرابع عشر من مجموعة دروس تعليم برمج تطبيقات الاندرويد نقوم بشرح مكوهن جديد وهو البروغرس بار إذن نحتاج البروغرس بار عندها قيام بمهمة تحتاج القليل من الوقت ونحس المستخد بأن التطبيق لا يستجيب لنبدأ أولا لإنشاء اندرويد أبليكيشن إذن البروغرس سامبل البروغرس سامبل البروغرس سامبل البروغرس 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 نقوم إذن بـ delete text view ثم نقوم بإضافة button البروغرس 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 إذن هذا كل ما سنضيفه لوجهة المستخدم ثم نذهب إلى السورس هنا button start progress البروغرس مع انت ننتقل الى الآن create button start equals button find you by id or dot id نقوم بربط الزر الاول ثم نقوم بset onclick listener لهذا الزر ثم نقوم بset onclick listener لهذا الزر view onclick listener نقوم بتفاصيلنا ثم نقوم بset onclick listener ندخل على onclick ثم نقوم ب declaration d progress equals progress dialog context then get application context c progress progress set cancelable true ثم progress و set message progress then loading file file progress progress set progress style zero zero and progress set max 100 ثم progress dot show zero إذا ننتقل إلى كفية تحديث progress bar اولا نقوم بreset progress status progress progress status progress status equals zero نقوم بreset file size نقوم بreset file size ثم file equals zero ثم نقوم بreset نقوم بreset نقوم بreset نقوم بreset نقوم بreset run dot run dot و نقوم بها نقوم بمثال تقريب التحليف ويد 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 لאר ويد 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 ويمت وير إذاً هذه الدلة سنقوم بتكويدها لاحقاً إذاً هذه هي سلالتي ستقوم بتحديد الـ Proper Status الكمبيوتر سريع جداً إذاً سنقوم بـ Sleep لمدة 1 second إذاً try and catch إذاً سنقوم بتكويدزتي سأختبط بـ Control-C سنقوم بت Annie تقريبا ثم تقريبا ثم تقريبا ثم تقريبا ثم تقريبا ثم تuyativي ثم تقراب ثم يعد ونحن نضايبه ونضايبه 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 نضايبه ألف مدسة يعني 1 سنقوم بتحديث الـProgressBar then pro-handler ready ؟ ذلك مختلف مختلف اناه appropriately ونعم نعم ونعم مختلف دعني مختلف صدر أخذ الفاصل منها ثم هنا white progress status أسغل من 100 ثم تنتهي هنا ثم نقوم بif ثم في condition progress status إذن أكبر أن تساوي 100 إذن هنا سنقوم ب sleep limit ثانيتين ليستطيع المستخدم مشاهدة تنزيل الملف 100 بالمئة إذن try catch إذن نقوم ب thread ثم نقوم بـ dot لمدة 2000 ms ثم نقوم بـ 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 نقوم بـ run إلى start ثم نقوم بـ إذن نقوم بـ return 0 ثم while loop with condition while file size 0 مصغر من 100 1000 ثم نقوم بـ file size 0 plus plus و ثم نقوم بـ if if state then file size equals as ثم نقوم بـ ثم نقوم بـ as if file size equals 20 000 ثم return 20 نقوم بـ نقوم بـ نسخ ولسق لهذه ثم ctrl p and ctrl b ctrl 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 ثم 30 000 30 40 000 40 40 80 000 80 90 000 90 90 90 نقوم بـ إزال ثابة ثم هنا نقوم بـ return ctrl c c نقوم بتشغيل الضبيق start progress ثم كما نرى هنا loading file 50 60 70 80 90 100 ينتظر ثانيتين ثم يختفي لا نعيد 0 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ينتظر ثانيتين ثم يختفي خطة 200